بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لطلاب الصف الثلاث الإعداد إن شاء الله النهاردة معنا درس الثلاث والرابع من يونت ولكن دايماً كلنا تبدأ مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام بالنسبة للكيب وكيب إلى الكلمات الخاصة بالدرس دف يعني أصم أو أطرش يعني ثقيل السماء يعني الريف يعني قارب ضيق أو زورق يعني قارب خشبي يعني مستيقظ يعني مغامرة يعني يعتني بي يعني ينضم أو يلتحك لي يعني يبدأ يعني يدبع يعني حلم أو يحلم يعني يتعلم لغة يتعلم لغة الإشارة ينضم لنادي الرياضي يعني ينضم لنادي الرياضي يعني يبدأ الدرس ينضم لدولة أخرى يعني يفوز بمباراة يعني مزدحم أو مشغول يعني ممتع أو مسلي يعني مدرسة خاصة مدرسة محلية يعني مهشاكل في السم يعني مرض الأحياء المائية يعني حفل موسيقي يعني تكملات كتاب أو فيلم يعني حيوانات بحرية يعني نادي لكرة اليد يعني خطير يعني رواية يعني أولاد مراهقون فوق فوق يعني ضباب فوقي فوقي يعني مليء بالضباب فوقي سرية سرية يعني دولة سرية سرية the opera house the opera house يعني دار الأبرا amazing يعني مدهش مين يعني رئيسي chess club يعني نادي للشطرانج chess club strange يعني غريب environment environment اللي يلبيئ scared scared يعني خائف أو مرعب scared scared يعني يخيف scared this is the verb منضف له D عشان دفعلي منتظم die يعني يموت وبرده فعلي منتظم هنضف له D describe described يعني يصف منتظم prefer preferred في الماضي هنضعف R ونضيف preferred هنضيف ED explain explained يعني يشرح أو يفسر flat flat flotted يعني يطفو طبعا عكس flat sink sink يعني يغوص أو يغرق sink 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 يعني يغرق أو يغوص لكن flat يعني يطفو sink flat طبعا بالنسبة الدفينيشن دف دف اللي هو unable to hear unable to hear يعني غير قادر على السماء unable to hear sign language sign language sign language a language that uses hand or hand movements instead of spoken words a language يعني لغة that uses بتستخدم فيها hand movements يعني حركات أليغات instead of spoken wordless instead of spoken wordless بدلا من spoken wordless الكلمات أو استخدام الكلمات join ينضم to become part of a club to become part of a club يعني يصبح جزء من فريق dream يعني حلم dream حلم pictures and sounds that you think are happening when we are sleeping pictures يعني صور and sounds a صوت that you think you are hearing يعني بتسمعها when we are sleeping وحنا نايمين أوك يعني مستيكز means طبعا not sleeping أوك means not sleeping يعني ليس نائما care about يعني feel strongly about someone or something feel strongly يعني يشعر بقوة about someone عن شخص or something يعني قارب خشبي pieces of food that are pulled together pieces of food that are pulled together so they can float on water so they can float on water بذلك بتدخو على سطح الماء كينو كينو along narrow pot for one or two people كينو a narrow along narrow along narrow يعني قارب ضيق خفيف along narrow pot يعني قارب ضيق طويل for one or two people لشخص أو اتنين عشان كده بتاخد حرف القر in follow follow walk or drive behind someone follow يعني يمشي or drive أو يقود behind someone خلف شخص بالنسبة importing expressions يعني أهمل expressions التي عبرت في درس since I was one since I was one منذ عامي الأول it's really fun it's really fun يعني إنه ممتحق it's really fun like the best like the best يعني أفضل ما يحب like the best be cold يسمى أو يدعى be lost يفوت أو يفتقد أو يتوب badly hurt badly hurt يعني مصاب بشدة help with help with بجمع حرف القر with you ساعد look angry look angry يعني يبدو غاضبا look angry have a dream have a dream يعني يحلم have a dream stop from stop from يعني يمنع من stop from say sorry say sorry يتأسف say sorry أو يعتذر لشخص along the river على امتداد النهر أو على طول النهر call out ينادي أو يصيح call out in the south of in the south of يعني في جنو in the south of since then منذ ذلك الحين since then get into يعني يدخل get into interested in interested بجمع حرف الجر in travel إن كانوا قلنا كانوا بتاخد حرف الجر in لأنها طبعا long narrow point four one or two يعني لأنها الواحد أو اثنين فطبعا بتاخد حرف الجر in زي طبعا يعني لا تسمح بالحركة بداخلها الكثير فطبعا بتاخد حرف الجر in use the two اعتاد and use the two for a holiday for a holiday من أجل أجازة for a holiday on a raft on a raft طبعا القارب الخشبي on float on water float on water يطفو على سطح الماء float on water on holiday on holiday في أجازة on يبقى أجازة on ولكن for a holiday من أجل أجازة think about or think of يفكر في worried about worried about يعني قلق بشاء بنسبة لل دولة كونتري سايد الريف لارن يتعلم لارن تييش يعلم اللي وات تيتشر جام من تيتشر معلم داف يعني أصم أو أطرش داف دم يعني أبكم أو أخرص يبقى داف دم scared خائف أو مرعوب scary مخيف scared خائف scary مخيف أو مرعب scary بالنسبة للتصرفات الأفعال عندنا present past past participle feel felt felt feel felt felt hear heart when one one hear heard heard fly flew flown fly flew flown understand understood understood بالنسبة للانجوز ينوز special يعني خاص أو مميز بفئة معينة أو من نوع خاص داف students go to school special schools داف students go to special schools يعني بيذهبوا إلى مدارس خاصة private خصوصي أو شخصي أو يخص شخص واحد أو مجموعة يبقى دا private يعني خصوصي لكن دا خاصة أو مميز لفئة معينة من نوع خاص يعني أما أقول don't use my private toothbrush private toothbrush يعني فرشة أسنان الخاصة به يبقى خصوصي أو خاصة بشخص أو مجموعة بنسميه private يبقى خاص أو خاص بشخص عندنا another بجوراء اسم مفرد other بجوراء اسم جمع others لا يتتبع باسم would you like to move to another country يبقى هنا مفرد أسامة has always loved fish and other sea animals animals ياما لكن طبعا others بدون اسم بعدها بتسوي other وطبعا وراها ياما some people like playing chess others أو other people يعني don't يعني others الآخرين لا a walk what's the difference between a walk and a walk طبعا a walk والتصرفي التاني منها a walk a walk a walking بتسوي walk up بتسوي في المعنى walk up it's a nine o'clock it's I will walk my dad I will walk يعني هو قصد والدي I will walk my dad up I will walk my dad up يبقى a walk بتسوي walk up a walk بتسوي walk up وفي بردو عندنا a walk كأجيكتف صفة I will call علي I hope he is a walk now a walk يعني مستيقظ الآن يبقى verb to be وعندنا a walk يعني مستيقظ طبعا بتأتي أقول لنا عادة ما بعد verb to be I will stay I hope he is a walk يعني مستيقظ the children usually stay a walk يعني يظل مستيقظين stay a walk يظل مستيقظ يبقى عندنا a walk بيسوي walk up walk up يعني يستيقظ lose ومس طبعا lose معنى ها يفقد او يضيع شيء او يخصو المباراة مثلا lose I have lost my ticket I need another one أنا فقط تذكرتي ومحتاج واحدة تانية our team lost the match the last match يعني فقد المباراة الأخيرة يبقى عندنا lose lost يفقد او يضيع شيء يفقد او يضيع شيء لكن عندنا miss يفوته يفوته او يفتقد او يوحش يعني I missed the bus يعني فاتنا الباس so I took a taxi لذلك اخذت تاكسي I really miss my dad أنا فعلا بفتقد والدي يبقى miss معنى يفتقد او يفوته عندنا اسئلة على الفكاب the deaf people went to a space school for deaf children طبعا الأطفال الدف الأطفال أو الولد الأطرش طبعا راح لمدرسة special special يعني خاصة أو مميزة tom left his country and moved to another one another one يعني الوحدة أخرى another بقراء بقراء مفراد don't don't awoke your dad he needs to sleep away well طبعا هنا don't awoke يعني لا توقز her son was was a space in the park yesterday was lost was lost يعني مفقود was lost يعني مفقود لكن قلنا miss معنى يفوته بالنسبة لدرس الريدن يعني لنا student book page 38 ماهر I have lived in a village طبعا ماهر بتكلم بول I have lived in a village أنا عشت في قرية in the south of Egypt في جنوب مصر all my life طول حياتي I have never been to another country وما رحتش لقاء لدولة أخرى أو لم أذهب لدولة أخرى but last year ولكن العام الماضي I visited care with my uncle and my cousins أنا رحت العام الماضي مع uncle عامي أو خالي and my cousins وأولاد العام it was so big كانت كبيرة جدا and busy ومزدحمة but it was fun ولكنها كانت ممتعة we went to lots of museums ذهبنا للكثير من المتاحف because I am very interested in history I am very interested in history لأن بهتم بالتاريخ طبعا عندنا عزة بتقول I have had hearing problems أنا عندي مشكلات في السماء all my life طول حياتي and I learned sign language I learned sign language يعني تعلمت لغة الإشارات from when I was a baby منذ أن قنت طفل when I first started school I went to a special school for deaf children ومنذ أن بدأت دراسة وأنا بذهب لمدرسة لخاصة for deaf children للأطفال الدف اللي هما بيعانوا من حسد السماء now I have been at a local school أنا في مدرسة محلية for three years الثلاث سنوات I am the only heart of hearing I am the only heart of hearing يعني بيعاني من صعوبة في السماء person in my class في فصلي sometimes it's difficult أحيانا ما بتكون صعبة but I have a teacher who can use ولكن أنا معايا معلم who can use a sign language sign language to help me بيساعدني she explained the things I can't بيشرح لي الأشياء اللي أنا مش فهمها understand inside language بلغة الإشارات some of my friends بعض أصدقائي have learned some language some line language so they can help me too وما بيساعدوني أيضا بالنسبة عندنا لوائل my parents died when I was a baby الولدين توفوا منذ أن كنت طفل so I have lived with my grand parents أنا عشت مع أجدادي since I was one منذ أن كنت في العام الأول we used to live in the countryside تعودنا نعيش في الريف but we moved to the city three years ago وانتقلنا للمدينة منذ ثلاثة أعوام I like living here there is lots to do في أشياء كتيرة بنعملها I joined a handball club أنا اتحقت بنادي لقرة القدم لقرة اليد and I have won lots of matches وفست بمباراة كثيرة with my team مع فريقي it's really fun يعني ده فعلا fun يعني حاجة مرحة أو مسلية عندنا هنا سلما I was born in Syria أنا تولدت في سوريا but my family came to Egypt when I was five years old ولكن الوالدين جوا مصر منذ أن كان عندي خمس أعوام we haven't visited Syria since I was very young لم نظر في سوريا منذ أن كنت صغيرا but some of my family still live there ولكن ما زال أفراد عائلتي بعضهم بيعيش هناك when I was eight لما كان عندي ثمان سنوات I started playing the piano بدأت أعزف على البيانو I have played in many concerts أنا أعزفت في حفلات كثيرة I love music أنا حبيت الموسيقى two years ago منذ عامين I played at a concert in the Cairo Opera House في دار الأبرا في القاهرة it was amazing دي كانت رائعة عندنا برضو the adventures of Tom so were طبعا هنا عندنا Tom they didn't see Tom all day ما شفوش Tom ده طول اليوم all the time that Tom was playing games in the forest يعني طلواتهم بلعب في ألعاب في الحديقة أو في الفرست الغابة his aunt Polly worried about him يعني عمته apology أو خالته دايما بتكون قلقة عليه she thought he was lost بتعتقد أنه هو تا or badly hurt أو قرحة بشدة أو أصيبة بشدة she was so happy when he returned and told her that he was fine طبعا مقول مبسوطة جدا لما يعود ويا أخبره أنه ما زال بخير it was just a game دي كانت بتبقى لعبة فقط aunt Polly said Tom aunt Polly قالت I am sure it was a fun game يعني لعبة مسلية for you but we all worried about you ولكن احنا كلنا الأمين عليك we didn't know where you were مش عارفين انت بتروح في why didn't you tell me ليه انت ما بتقول لناش I told you in a dream said Tom I just forgot to tell you when I was awake I told you in a dream أنا أخبرتك وأنا بحلم said Tom I just forgot to tell you when I was awake وانسيت أخبرك لما استيقصت he never thinks of other people عمره أبدا لا بفكرش في الآخرين said his cousin Mary طبعا اللي قالت بنت أي عمه Mary yes you should think about other people يجب ان انت تتفكر في الآخرين said Aunt Polly you know I care about you Tom انت حرف ان انا بعتني بك يا Tom try to remember how other people feel حاول تفكر او تتذكر كيف يشعر بك الآخرين I'm sorry that I didn't tell you أنا آسف إن لم أخبرتك said to it won't happen again يعني دا مش هيحدث مرة ثانية The Adventures of Huckleberry فان Jim and I were on a raft يعني أنا وجيم كنا موجودين على القارب going down with the river واحنا ماشيين كده في النه when it became foggy لما هي أصبحت غمامة I left the raft أنا طركت the raft to try and find a place for us وبحثنا عن مكان لينا to stop for the night اني توقف فيه في اللين I got into a small canoe أنا ركبنا كانو صغير and went along the river ومشينا في النه Then I tried to return وحاولنا نعود مرة أخرى however it was so good يعني أصبحت ضباب جدا that I couldn't see لرجة النهم الشيف the raft I called out Nadir but I couldn't hear him ولكن ما سمعت جيم My canoe went down the river for a long way and I hoped the raft was following me وتمنيت للقارب يتتبعني I traveled all night أنا سفرت طول الليل but the next morning ولكن في اليوم التالي أو في الصباح التالي it wasn't foggy and finally I sojib ولكن في اليوم التالي it wasn't foggy ما كانش مغمم أو ما كانش غمامة and finally I saw jim وفجأة أو في نهاية أنا رأيت جيم he was sleeping on the raft كان نايم على القارب I climbed on the raft يعني أنا تسلقت الرافت and he said hello jim have you been sleeping هل أنت نايم I was scared أنا طبعا شعرت بالخوف he said I couldn't see anything because it was foggy أنا ما كنت الشيبشي لأنها كانت مغممة he looked angry وكان غطبا I had a terrible night يعني أنا قضيت ليلة فضيعة he said it was like a bad dream كان نايم حلم سيء I'm sorry I said from that time ومن ذلك الوقت I decided I would never scare him again أنا معتش أخوفه مرة تانية برضا عندنا تيكست في الوركبوك Osama has always loved fish دايما Osama بيحب السمك and other sea animals والأسماك البحرية أو الحيونات البحرية he started to like them when he visited on an aquarium حبه منذ أنظور aquarium يعني معرض أحياء مائية for the first time in 2015 في عام 2015 His family have taken him to the aquarium يعني عائلة أخلطه للاكواريوم every summer since then منذ ذلك كل صف Last year the people of the aquarium asked him الناس في المعرض سألوا to help them يساعدهم give food to the fish or to the fish or to the fish He loves doing that حب بذلك He has helped at the aquarium يعني ساعد في المعرض in the school holidays في أجازات المدرسة For a year now لمدة عام He has given food to most of the small fish كان بيعطي السمك للأسماك الصغير الطعام للأسماك الصغيرة But he hasn't helped with the sharks ولكن ما كانش بيساعد للأسماك الكرش They are too dangerous لأنها كانت طبعا أسماك خطيرة جدا أسماك خطيرة جدا I am Ashraf I have always lived in Cairo but last year I started teaching older people too I have told them a lot but they don't learn as quickly as the children أسماك خطيرة جدا He can't hear He is a He is deaf يعني أطرش Can't hear لا يسمع The space has many sinks of fish يعني فيها كميات كبيرة من الأسماك طبعا هنا بيبدأ المدرسة في عام الخامس طبعا هنا Start يعني بيبدأ لما بنكون في الأجازة We went down a river in a canoe طبعا هنا طبعا هنا يعني قرب أو زربي The hotel room was very noisy so I was a space online طبعا الحقرة كانت ضوطة الطولة So I was awoke awoke يعني كنت مستيقظ Read and correct the underline words يعني هنصحع الخطوة للكلمات When you aren't sleeping لما ما تكونش نايم You are awoke يعني بيكون مستيقظ awoke يعني مستيقظ طبعا هنا أنشكف يعني صفاء When I was sleeping yesterday I had a beautiful dream وانا كنت نايم حلمت بحلم كميل dream يعني حلم I asked my mom to walk me up طبعا هنا to walk me up يبقى to walk to walk w-a-k-e woke up يعني to walk me up The blind use sign language to communicate with others طبعا هنا the deaf deaf يعني الاصم d-e-a-f deaf يعني اصم use sign language طبعا exercise for homework The children use the old pieces of food to make a space which they took to the river طبعا بيعمل وعشان يعبروا النار رفت يعني قارب أو طبعا هنا مرفع Our trip to Sinai was full of طبعا رحلتنا Our trip to Sinai was full of adventures يعني مغامرات Like many young people Azza and her brothers really space the environment طبعا هنا really care about يعني بيعتنو قلبي Last night I bed Last night I had a strange space Yes I thought I was playing وكإني بطير طبعا هنا I had a strange dream يعني حلم غريب وكإني بطير I use sign language because I am hard of hearing يعني سمعت قيل فبستخدم لغة الإشوارات This piece was attended by a large number of music lovers the concert ليه الحفل الموسيقي I often visit my relatives in the countryside it's really quiet there طبعا countryside اللي هو ريف The family has brought a teacher of sign language يعني لغة الإشارات for the deaf or for their deaf children imagine the father doesn't know the way to the beach so his car can can follow our car يعني سيارتو بتتبع سيارتنا follow our car read and correct the underline words to catch this sports club you have to fall in this form طبعا لنا to join join يعني تلتحك join يعني تلتحك بهذا الندي a terrible a terrible accident scored in my yesterday a terrible accident a terrible accident scored in my sorry طبعا هنا scared me يعني خافتني scared s r e d scared me your grand children are your grandfather and grandmother طبعا قددك و قددك بنسمو grandparents grand parents يعني قددك اول طبعا parents الوالدين لأكداد طبعا مدرسة خاصة special school يعني عمي او خالي فلاح طبعا هنا in a countryside countryside اللي هو ريف country side بالنسبة لها عندنا grammar بيراجع زمن الماضي البسيط طبعا احنا شرحنا بكده بالتفصيل ندخل على جزء الاسئلة مباشرة طبعا هنا have you been how long how long طبعا دي اسئلة على درس الثلاثة وربع او المضارع التام الماضي الماضي بسيط we space the library in alexandria we have visited we have visited زرنا الاسكندريا من قبل i love chess so i space joined so i am well i have joined طبعا هنا i have joined يعني التحقت i visited luxure 10 years ago i haven't visited it since then بي معها since my sister is based two new languages since she left school طبعا هنا my sister وعند وعندنا since وماذا بسيط يبقى مضارع دا my sister my sister has learned my sister has learned i have never visited athin عيدنا ever طبعا عشان ندخل ever يبقى i haven't ever قلنا ever بتيجي في الجملة المنفية i haven't ever i haven't ever visited athin i haven't ever in the school since 7 a.m it's 3 p.m now والساعة الواتي اصبحت ثالثة طبعا the teacher has visited has been in the school من الساعة 7 للساعة 3 طبعا لو جمعنا الفترة الزمنية ما بين 7 و3 من 7 ل12 ونضفع لهم 3 يبقى 8 يبقى 4 هنستخدم مدة زمنية مجمعة يبقى the teacher has has been in the school for 8 hours يعني المدة 8 ساعة فوزي has been abroad since 2002 how long طبعا لو عملنا سؤال how long has fausy been abroad هنهزف سنسو المدة الزمنية ونسأل عنها بإيه how long يبقى how long طبعا هنا has fausy been abroad يعني بالخارج هنهزف هنهزف وهندخل المدة يبقى زمن المدة الجملة بس يبقى i booked two tickets two طبعا هنا four posts الاثنين a moment ago a moment i booked two tickets for both four posts of us a moment ago four posts of us a moment ago يعني منذ لحظة طبعا هنا بتسويها كلمة read and correct the underlying word we haven't visited syria since i since i was since i was very young have you ever moved to a new place have you ever moved to طبعا have you ever طبعا have you ever moved to last week i got to the park with my sister i went went past لان عندنا lost my parents get married طبعا هنا got married in 2000 يبقى good يعني تزوج when i was a baby my parents moved to طبعا when i was a baby my parents moved to moved لان ها ماضي بسيط بعد كنا عندنا exercises يعني أسئلة choose the correct answer from a b c or d suzanne space to paris last year but traveled suzanne traveled ماضي بسيط my parents got married in in was in a mad in a post have you ever have you ever we have never moved house we have always moved we have never in the same house و يبقى مرة ما طرقنا المنزل نهلا isn't here in this week because she space to france for holiday she نهلا مش موج because she has gone to has gone to يعني ذهبت ولم بعد هنا عندنا سؤال rewrite to give the same meaning dalia has been deaf all her life طبعا since يبقى dalia has been deaf since she was born طبعا هنا since all her life يبقى مفروض من هي مولودة يبقى dalia has been deaf she was porn has adam ever eaten chinese food adam has adam ever eaten chinese food و ألا دخل never يبقى no he never no no he never يعني أبدا no he never يعني no he has never ممكن نقول no he has never أو no he never ممكن no he never أو no he has never الأفضل يعني ممكن أقول has never صح أو no he never يعني عمره أبدا طبعا بنحسب من الفترة ما بين جانيور لحد ما احنا الوقت اللي احنا في نقول مثلا احنا الواتي في شهر 11 يبقى عندنا 11 شهر يبقى مدة زمنية محددة أو كاملة يبقى وين طبعا هنحزف ونسأل عنها بوين يبقى وين لأنها باست سيمبل هنسأل بالباست سيمبل بإيه بدي يبقى وين طبعا لأن لأن بيجيب مع النظر يعني نصحح ما بين الكلمة تحت الخط طبعا هنا هنسأل ما بين عندنا يبقى تصريف الثالث اللي هو بين why did he write طبعا why did he write لأن عندنا هنا بيجيب معه مصدر الفعل two years ago i joined عندنا ago يبقى past يبقى joined lower past من join she has talked to summer since an hour طبعا for an hour يعني المدة تساعة بعد كي رأت بارغراف هو about 110 words on a story you have just read يعني قصة لست قرأها حيلا وإن شاء الله تجدو البرغراف هي موجودة على القناة وشكرا